تعالوا بقى نتطمن على اخر الاجواء في فندق الاقامة قبل ماتش امبي مع زميلنا العزيز كريم احمد نرجع نكمل مع حضراتكم مارجاور كل الشكر التخدير لك كابتن الكبير كابتن ايمان شوقي تحياتي لك وتحياتي لجمهورنا العظيم جمهوري للنادي الاقلي يعني في البداية طبعا لابد ان احنا نبدأ بكريم فؤاد والرسالة اللي اكيد هو على يقين بها كبير جدا وبشكل كبير جدا يعني يقدر نقوله ان الابتلاع من عند الله ما هو اي لرحمة منه فيعني بنقوله الف سلام عليك يا كريم ومن قبله اكرم توفية ومن قبله عمار لكن الحقيقة امر غير طبيعي بيقابل النادي الاهلي وبيقابل لعيب النادي الاهلي من اصابات كبيرة جدا كابتن ايمان في توقيت حساسه يعني قدر اقولك في اهم فترات الموسم هذه الفترة لكن قدر له ومشاء فعل لكل اللعبين طبعا المصابين هو اختبار كبير جدا جدا للعيب النادي الاهلي وكالعادة يعني باليقين الكبير ومن جديد سواء اكرم توفيق او ايضا كمان كريم فؤاد ندخل كالعادة بقى نطمن كل جمهور النادي الاهلي العظيم على اجواء فريق النادي الاهلي اليوم تحدي جديد ومباراة جديدة لفريق النادي الاهلي في بطلت للدور العام امبي والاهلي على استاد المقولون العرب في الخامسة مساء كل التوفيق للنادي الاهلي اصرار وعزيمة وجدية وتوفيق واخلاص كبير جدا شفنا في مباراة بيرامز اداء ونتيجة طمنتنا بشكل كبير جدا ولعبت النادي الاهلي لو عايزة تحقق وعايزة طبعا اي فريق بيلعب النادي الاهلي كورا النادي الاهلي بيتفوق عليه بدنيا وفنيا لكن اما بتقابل فرق بتضيع مساحاته بيكون في تكتلات دفعية وبيكون في تضيع الوقت بتحتاج مجهود كبير جدا وبتحتاج ان التوفيق يكون مع كل لعيب النادي الاهلي على سبيل المثال يمكن عمر للسلية توفيق كان معاف في المباراة الاخيرة بيحرز هدفين بتقلق كبير جدا لكن عشان جيء مفتوح فبنأمل النهاردة فريق امبي بيلعب النادي الاهلي كورا تكتلات الكبيرة جدا والتدييق المساح وإضاءة الوقت بيكون لها تأثير كبير جدا بشكل المباراة بشكل عام وأيضا كمان على فريق النادي الأهلي لكن أمانا كبير كالعادة في مستر مارسل كولر بقراءته الفنية المميزة وإدارته الرائعة الحقيقة على مدار التسعين دي يكون موزع موجود اللاعبين وموزع سينيرات كثيرة جدا لها دي المباراة يعني ده مهم جدا طبعا مع التغييرات الراجل بيقرأ بشكل كبير بيتابع اللعبة دي الوقت الكبير يا كابتن أيمن بالمباراة المباراة يعني بتبقى فيه صعوبة شوية أن تتصحى الأخطاء لكن الراجل بيحاول وبيحاول أنه يستغل الفترة القليلة جدا لتصحيح الأخطاء وأيضا كمان للتحديد للمباراة القادمة فإن شاء الله بإذن الله كل المجهود اللي بوزل مع لعبة النادي الأهلي من خلال المحاضرات التدريبات تصحيح الأخطاء كل الأمور دي يكون لها مردود كالعادة مع فريق النادي الأهلي في المباراة اليوم لأنها يكون مباراة صعبة تجاي من أداء مميز جدا وجايب نتيجة كبيرة على فريق خصم عنيد الحقيقة فريق بيراميز المباراة الماضية لكن فريق أمبي أكيد كل المباراة مباراة صعبة كل الفرق اللي بتقابل النادي الأهلي هي مباراة كؤوس الكل بيحاول أنه يظهر كل إمكانياته أمام فريق النادي الأهلي وجمهوره فعشان كده بنقول لعبة النادي الأهلي مهم جدا لكون فيه إصرار فيه شخصية في قلبك العادة مع فريق النادي الأهلي هي دي اللي نقدر نتخطى بها كل الصعاب اللي هتواجه فريق النادي الأهلي في المباراة اليوم مش هنقول بقى أرضية الملعب لأ هنقول الأرض وهنقول التكتلات وهنقول أيضا كمان الفكر اللي ممكن يعني طبعا فريق أمبي قابل بيه النادي الأهلي مش هيدر يفتح مساحات لأنه عارف أن النادي الأهلي مجرد أن انت فتحت مساحات النادي الأهلي هيوصل مرة واثنين وثلاثة فبنعمل إن شاء الله بإذن الله لعبتنا يكون مركزة بشكل كبير جدا في مباراة اليوم فندو لقامة كالعادة كل الأجواء مطمئنة جدا كابتن عايمن استقرار مميز جدا الحقيقة من اختيار فندو لقامة محاضرة فنية الأخيرة اللي بيأكد عليها مستر مارسل كولر في كل الثغرات نقاط القوة الضعف أيضا كمان تمركزات اللعبين أمور عديدة جدا راجل بيحاولي أكد عليها يارب بيكون في استعاب كبير جدا للعب النادي الأهلي من خلال الأيام الماضية ومن خلال التدريبات وأيضا كمان البداية يكون موفقة لفريق النادي الأهلي نقدر أن نحن نحرز هدف واثنين وثلاثة بالقلب والشخصية الكبيرة وروح البطل اللي ما بتحضر مع فريق النادي الأهلي في وجود جمهوره العظيم اللي قد رسالة كبيرة جدا جدا في المباراة الماضية هتاف وتشجيع وحماس كبير جدا كالليه مردود أكثر من راع على فريق النادي الأهلي عشان كده شفنا النتيجة وشفنا الأداء المميز جدا لفريق النادي الأهلي أمانا كبير كالعادة في الجمهور هتاف وتشجيع وحماس وكل سحر على النادي الأهلي كالعادة السند والدافع والدعم الحقيقي للفريق النادي الأهلي وللنادي الأهلي بيستمدوا قوته منه هو جمهور النادي الأهلي فإن شاء الله بإذن الله رغم الغيابات الكبيرة والإصابات اللي عندنا يعني لو بنذكر سيعني الإصابات النهاردة حمد فتح بيغيب للأجهاد العضلي أيضا كمان منعا بيغيب للأجهاد العضلي وطهر محمد طهر وكريم فؤاد وشبير وبرسيتاو طبعا لإصابات وابن أملهم طبعا تنالهم كل التوفيق كالعادة كابتن أيمان هنكون طبعا لحظة بلحظة معاكم من خلال شاشة قناة النادي الأهلي ومع جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي كل الأخبار الخاصة فريق النادي الأهلي تحرق الفريق إلى ملعب المقاولون العرب ويا رب إن شاء الله بإذن الله يكون مكسب أداء ونتيجة الفريق النادي الأهلي ليسعد كل جمهور النادي الأهلي شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم أحمد كريم طمنا